اشتركوا في القناة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه لا يوم الدين أما بعد مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا التجارب تصنع وتبني الإنسان واليوم نتكلم عن أعظم أسباب ما وصلنا إليه من مصيبة كبرى في بلدنا عموما العراق وفي محافظتنا ومدينتنا الموصل سبب كان به ذهاب قوتنا ودمارنا وإفساد ما عليه هذا البلد المبارك ما هو هذا السبب التنازع والاختلاف والتشتت الله جل وعلا يقول في كتابه العزيز مبينا بكل وضوح وصراحة يقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تنازعوا المزاع والاختلاف والتفرق والتشتت في مدينتنا ومحافظتنا إن كان ديني سياسي اجتماعي كان من أعظم أسباب ذهاب ريحنا يعني قوتنا وفشلنا قال فتفشلوا وتذهب ريحكم الفشل وذهاب القوة نتيجة لهذا التنازع يعني هذه قاعدة قرآنية كبرى يجب علينا دائما أن نتدبرها وأن ننظر فيها وننظر إلى واقعنا الأليم قال واصبروا إن الله مع الصابرين إذا أردتم وجود هذه القوة والنجاح فعليكم بأن تصبروا على الاجتماع بأن تجتمعوا لذلك سنتكلم اليوم كيفية السبيل والطريق الشرعي إلى الاجتماع في الدين والدنيا أو اجتماع محافظتنا إذا تكلمنا على مستوى مصغر محافظتنا نينوى ومدينة الموصل على أمر ديننا وأمر دنيانا كلاهم مهم أمر الدين والدنيا آية من كتاب اللاجل على دائما نسمعها من خطباء الجمعة أو خطباء السياسيين على منابر السياسة أو الإعلاميين أو في المناسبات واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولكن يعني لم نقف عند هذه الآية وقفات تدبر وتأمل والله تعالى يقول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها أين تدبر الآية تقول واعتصموا بحبل الله حبل الله القرآن السنة لكن أين التفاصيل التفاصيل التي أكثر السامعين لهذه الآية يحفظون أيضا بسبب كثرة سماعهم لها من الخطباء الجمعة والسياسيين والإعلاميين ومناسبات اجتماعية وكذا لكن ما فهمهم إيش المقصود واعتصموا بحبل الله يعني القرآن السنة زي القرآن نفسه لأمرنا أن نعتصم به الله جل وعلا في هذه الآية القرآن هو نفسه يقول أن فيه محكم ومتشابه إذا أنت من تعتصم بحبل الله يعني بالقرآن يعني تعتصم بالمحكم من القرآن والمتشابه ترده إلى المحكم هذا يحتاج إلى علم بصيرة كيف تعرف المحكم من المتشابه كيف ترد المتشابه إلى المحكم زي القرآن نفسه باتفاق الأمة في دلالاته ما هو قطعي وما هو ظني زي القطعي هذا منتهم منه الظني تختلف في أفهام علماء الأمة الراسخين زي أنت الآن لما تقول واعتصموا بحبل الله يعني بالقرآن زي أن القرآن فيه ظني إذن هذا ظني هناك منهج في التعامل معه إذا ما عرفنا لن نحقق المقصود الآية واعتصموا بحبل الله إذن ينبغي أن يفهم الناس أنه لما نقولهم اعتصموا بحبله عن القرآن أنه هذا على وجه الإجمال أما التفصيل هذا يحتاج أن نشرح لهم وقد يكون هذا الشرح بحسب عقولهم حدث الناس على قدر عقولهم واعتصموا بحبل الله جميعا إذن جميعنا مطلوب مننا أن نعتصم بحبله على ماذا؟ على تفصيل وبيان ولا تفرقوا ثم نهى عن التفرق لم ينهى عن الاختلاف وإنما نهى عن التفرق إذن التفرق هو الذي جاء النهي عنه في آيات كثيرة وفي أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في الحديث الذي صححه جمع من أهل الحديث يقول ستفترق أمتي ستفترق سين المستقبل ستفترق ما قال ستختلف وإذا قال ستختلف فهو المراد هذا أنه الفرقة وإلى الاختلاف في كثير من معانيه أو أحد معانيه هو مقبول كما سنبين إن شاء الله في هذه الحلقة لكن التفرق أبدا غير مقبول ولا معنى من معانيه مقبول بين أهل الإسلام وبين أهل الوطن الواحد إذن يجب أن نفهم هذه المصطلحات على تفصيلها وتأصيلها ونفهمها للناس حتى نفهم المقصود بالآية وإلا فقط نتكلم هكذا بإجمال وأعتصموا بحبل الله جميعا الناس يقولون شو إحنا لحد الآن متفرقين لماذا وأنتوا تقولون الآية الآية يجب أن توضح للناس وتبين لهم إذن الفرق الآن والتنازع حاصل مع الأسف في مدينة موصل على مدى سنين عقد من الزمان منذ احتلال العراق في 2003 إلى يومنا هذا وكذلك حتى بعد هذا هذا الاحتلال احتلال داعش للموصل ومحافظة نينوى ووقوع الفضائع والمصائب الكبيرة والرزايا العظيمة المهجرون والنازحون الآن اللي هم داخل البلد أو خارجه داخل البلد الموجودين في دوهوك في أربيل في سليمانية في بغداد مثلا أو في خارج العراق هؤلاء المهجرون والنازحون وأقصد هنا كل من عنده قدرة واستطاع على العمل العمل من أجل الحفاظ على نينوى والحفاظ على الموصل أيضا متفرقون يعني لم نجد أن هذه الجماهير والكفاءات الدينية أو السياسية أو الثقافية من مختلف اتجاهات نينوى لم نجدها تجتمع على كلمة سواء بل هم أيضا متفرقون لا يرى أحدهم الآخر ولا ينتصح أحدهم الآخر ولا يوجه أحدهم آخر ولا يتفقوا على ماذا سيفعلون بعد تحرير مدينة الموصل وكذلك محافظة المدينة الموصل أيضا فيها كثير من الاتجاهات الدينية يعني موجود سلفيين إخوان مسلمين صوفية وكذلك هناك اتجاهات حزبية قومية يعني مناطقية إلى آخره يعني فيه أحزاب وتيارات واتجاهات كل هؤلاء لم يتفقوا على أمر الموصل ونينوى من ناحية ماذا؟ من ناحية أن يكون عندهم هدف أعظم في تخليص نينوى من الظلم من البغي من الاعتداء من تسلط الظالمين الخوارج قاعدة زرقاوي ثم داعش الميليشيات يجب أن يكون عندنا موقف محدد في مسائل تعتبر مصالح علية لمحافظة نينوى أما التفاصيل أو المصالح الخاصة أو الاختلافات الأخرى هذه سنتذكر لكم كيف نتعامل معها إذن نحن نحتاج إلى اجتماع لمحافظة نينوى لأهل الموصل على الدين والدنيا ما هو السبيل إلى ذلك؟ يجب أن يكون حديثنا حديث يعني شرعي واقعي وجديد ونترك الإجماليات والعموميات اللي كنت تكلم فيها على مدى سنين إجمالات وعمومات ما تنفع في حل أو في معالجة للواقع فلنبدأ بالاجتماع الاجتماع الديني سنقسم إلى قسمهم اجتماع ديني واجتماع دنيوي تنظيمي الاجتماع الديني هنا أتكلم فيه عن المسلمين بمختلف يعني فرقهم واتجاهاتهم وتياراتهم وأحزابهم وهكذا هؤلاء مأمورون بالاجتماع الديني على وجه الإجمال كما قلنا القرآن يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا هذا على وجه الإجمال لكن على وجه التفصيل هذا الذي يهمنا في هذه الحلقة على وجه التفصيل كيف نحقق هذا المجمل الذي أمر الله جل وعلا بي في هذه الآية يكون بأمرين أو الأمر الأول يجب أن يعرف كل هذه الاتجاهات والتيارات والفرق المنتسبة للإسلام في محافظة نينوى وفي مدينة الموصل أنه لا يمكن أن يجتمعوا ويحققوا الآية هذه القرآن ويعتصموا بحبلها جميعا إلا إذا اجتمعوا على المحكمات والقطعيات الدينية إذن اجتماعنا يكون على المحكم ليس على المتشابه على القطعي وليس على الظني يعني عندنا الآن مثلا من المحكمات القطعيات أركان الإيمان الستة هذا الإيمان بالله وملايكتي وكتبه ورسل يوم الآخر وقدر خيره وشره هذه بإجمال هي أصول الإيمان الستة محكم قطعي أركان الإسلام الخمسة الشهادتان الصلاة الصوم الحج الزكاة هذه أيضا مما نحن مجتمعون عليه لأنه من المحكمات القطعية تحريم الزنا والسرقة وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وشهادة الزور والاعتداء على الناس وظلمهم وبغيهم هذه كله أيضا من القطعيات في الشريعة ومن الأمور التي أجمع عليها المسلمون إذن ينبغي أن نتلمس في بداية خطواتنا إلى الاجتماع أنه نبحث عن القطعيات عن المحكمات عن المجمع عليه بين المسلمين بمختلف مذاهبهم والثوابت هذا الذي يجمعنا ما ممكن أن يجمعنا فرع ظني أو مسألة جزئية فقهية مثل ما يريد بعض الناس من كل هذه الاتجاهات في كل هذه الاتجاهات فيها متشددين كل هذه الاتجاهات بدون ما أسميها التي ذكرتها قبل قليل كلها فيها أفراد متشددين هؤلاء الأفراد متشددين يؤثرون على سمعة ذلك اتجاهه وعلى توجهه هؤلاء المتشددون بعضهم يبحث عن موقف سياسي معين وريد كل الاتجاهات أن توافقوا فيه إذا ما وافقه ما في اجتماع بل تفرق وعداوة وبغضاء وهجر الآخر على فرع فقهي ديني يخالفك فيه الاتجاه الآخر أو المذهب الآخر فيجعل ولاء وبراء وحب وبغض بحسب هذا الفرع الفقهي الآخر موقف اجتماعي يقول إذا ما توافقوني على الموقف الاجتماعي أنتم يعني خارجون عن موجبي الحق والصواب وهكذا إلا لن تجمعنا الفروع الفقهية ولن تجمعنا المسائل الجزئية ولن تجمعنا الأمور السياسية الجزئية أو الاجتماعية الجزئية ولن يجمعنا رأي عالم واحد أو أكثر من عالم ولن يجمعنا اتجاه واحد أو مذهب واحد لذلك الذي يجمع المسلمين اليوم على دينهم الحق أن يجتمعوا على المحكمات والقطعيات والمجمع عليه والثوابت هذه الخطوة الحقيقية التي بها يمكن أن نجتمع اجتماعا دينيا الأمر الثاني الذي يجمعنا اجتماعا دينيا الاجتماع على اعتبار الخلاف السائغ يجب أن نجتمع جميعا على أن نعتبر الخلاف السائغ يعني هنا الخلاف السائغ في مسائل الدين يجب أن نجتمع على أنه كل هذه الاتجاهات تجتمع تقول هناك مساحة تدخل في باب الاجتهاد تدخل في باب الخلاف السائغ يعني التي الشريعة أساغت أن نختلف فيه يجب علينا أن نعتبر الخلاف السائغ وأن نقر أن هناك خلاف سائغ نعمل به أو اجتهاد سائغ نعمل به ونجتمع على ذلك يعني انظروا من الذي أعطى هذا الاجتهاد السائغ حقية في أن كلنا نقر أن هناك مساحة لنا أن نجتمع فيها ونختلف عليها الشرع الذي أعطى ذلك الله جرع على يقول في كتابي العزيز يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول تأملوا معي فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسول يعني الآية أقرت أنه ممكن أن يقع تنازع بين من يطيع الله ورسوله إذن فيه تنازع إذا فيه آية أو نص محكم قطعي حل النزاع انتهى ما فيه دلالة ظنية أو نص ظني كالسنة فهنا لي الحق أن أختلف معك وأتنازع أنا مأمور إذا تنازعنا تلزمني بالمحكم القطعي أما الظني الدلالة أو الظني الثبوت ما لك حق تلزمني بذلك لك حقا تناقشني وتباحثني إذا إذا قرينا وأقررنا أن هناك خلاف سائغ اجتهاد سائغ نجتمع على اعتباره والاعتداد به كثير من الخلافات التي بيننا ستنحل النبي صلى الله عليه وسلم يقول بما يوافق الآية يقول في حضر المتفق عليه يقول إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد يعني النبي صلى الله عليه وسلم يبيلنا في هذا الحديث أن هناك ماذا هناك اجتهاد صواب يؤجر عليه المرء واجتهاد خطأ أيضا يؤجر على اجتهاده لكن يختلف من أحد المضاعفة في الأول له أجران على هذا الاجتهاد لأنه اجتهد وأصاب فلو أجرع اجتهاد والصواب أما الثاني اجتهد فأخطأ فلو أجرع اجتهاد دون الخطأ إذن هذا الحديث يثبت أن هناك اجتهاد في دين الإسلام بين المسلمين في الأدلة الظنية أو في الدلالات الظنية ينبغى علينا أن نعتد به هذا مو من جيبنا مو من كيسنا هذا هو نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث رؤى بخاري مسلم يقول لا يصلينا أحدكم العصر إلا في بني قريضة بعضهم صلى في الطريق لما دخل وقت العصر صلى وبعضهم ما صلى إلى أن وصل بني قريضة ولكن قد دخل وقت المغرب صلاة المغرب فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاختلاف في فهم الحديث قال لم يعني في إحدى الطائفتين لم يعني في إحدى الطائفتين ما قال أنت على صواب أنت على خطأ أو أنت أثمتم وأنتما أثمتم لا يصلينا أحدكم العصر إلا في بني قريضة بعضهم نظر إلى ظاهر اللفظ أخذ بظاهر اللفظ وبعضهم نظر إلى المقصود والحكمة من قول النبي هذا الذي أخذوا بالحكمة والقصد قال الرسول قصد أن نسرع حتى نصل بسرعة مقصد لفظ الحديث ظاهر الحديث ولنظر إلى ظاهر قال هذا ظاهر الحديث أنا ملزم به انظروا معي كيف وهذا كما يقول ابن قيم الجوزية هذا هو أصل وجود من يفهم ظاهر النص من يأخذ بظاهرية النص ومن يأخذ بمقصود ومعنى النص هذا سلفهم وهم الصحابة رضي الله عنهم ورضاهم وإقرار النبي لهم إذن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أقر وجود مساحة تسمى اجتهاد سائغ بين المسلمين لا يعنف أحدهم والآخر فاصل ونواصل بإذن الله تعالى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مرحبا بكم قلنا قبل الفاصل أن الاجتماع الديني لا يمكن أن يتحقق إلا أولا بأن نرجع إلى المحكمات والقطعيات وأن نعتد بها ونعتبر بها وأن نجعلها هي محطة الاجتماع وليس الظنون الدلالية أو الأدلة الظنية أو فضلا عن ذلك اجتهادات العلماء قديما وحديثا وثانيا قلنا أنه ينبغي على الجميع أن يقر بأن هناك اجتهاد سائخ إذا ردنا أن ننجح في الوقف السني ننجح في المجمع الفقهي ننجح في المتديات العلمية الإسلامية في محافظة نينة وفي الموصل في العراق علينا أن نقر أن هناك مساحة من الاجتهاد السائخ جاءت بها النصوص القرآنية والنبوية كما ذكرنا قبل الفاصل ومنها مثلا الله جل وعلا يقول في كتاب العزيز لما ذكر الصيام ومتى يكون وقته قال ثم أتم الصيام إلى الليل لما قال حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر هذه الآية الآن لما نزلت بعض الصحابة من العرب الأقحاح الذين تكلمون العربية سليقة لما نظر في الآية حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود قبل أن يقول من الفجر هكذا أو ما نزلت الآية فقام هذا الصحابة وهو عدي بن حاتم رضي الله عنه قام فاتخذ خيطين في وسادته أبيض وأسود حتى ينظر متى يرى السواد والبياض الخيطان يمسك فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له إن وسادتك إذن لعريض إنما هو سواد الليل وبياض النهار ثم نزلت بعد ذلك من الفجر إذن تأملوا معي الآن فهم فهم فالأول وهل صحيح لو لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن له أن المقصود هو ليس الخيط الأسود من الأبيض وإنما المراد هنا الفجر الصادق وقت الفجر الصادق عندما تبين الخيط الأسود من الأبيض إذن هذا فيه ماذا فيه أنه من اجتهد بوسائل الاجتهاد وأدواتي المعروفة في علم الصلفقة ومعروفة في قواعد الاستدلال ومعروفة في القرآن والسنة أنه هذا لا يمكن أن يكون وسيلة لتفرقنا وتنازعنا يجب أن نرفع هذا الشعار كلنا أهل الدين وأهل السياسة وأهل الاجتماع في محافظة نينواء نختلف ولا نفترق ما ممكن أن تجعلني نسخة منك ولا أنا أجعلك نسخة مني لكن ممكن أنه نختلف أنا وأنت في مواقفي أصلا مو من عند الله ولا من عند محمد صلى الله عليه وسلم ولا مجمع عليها مواقف سياسية مواقف اجتماعية مواقف أدبية إلى آخره عسكرية لكن ماذا أنا علي أن لا أفترق معك ما نفترق مثل ما كان يرفع هذا الشعار الشافع رحمه الله كان يقول قولي صواب يحتمل الخطأ وقول غيري خطأ يحتمل الصواب انظروا هذه الروح التي يجب أن تتملك جوانحنا وعقولنا وقلوبنا أنه تعتقد أن قوله صواب لكن ممكن فيه خطأ وقول غيرك خطأ لكن ممكن فيه صواب إذا تعاملنا بهذه العقلية في الأدلة الظنية وفي الدلالات الظنية وفي المسال الاجتهادية السائغة التي ليست من المحكم ولا من القطع ولا من المجمع عليه ولا من الثوابت سنجتمع ممكن أن نجتمع دينيا ممكن أن نجتمع كل هذه الاتجاهات على هذا الأصل وهذه القاعدة النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان ينكر على من اجتهد بدون علم بدون أن يتخذ الأدوات والوسائل العلمية لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أحد الصحابة شج في رأسي في إحدى الغزوات أو في إحدى المعارك ثم بعد ذلك أجنب وكان الجو ممطر وبارد فقام هذا الرجل فجاء إلى أصحابي قال لهم هل من رخصة أن أتيمم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال العفو اللي معه قالوا له لا نجد لك رخصة فقام الرجل اختسل فمات فلما رجعوا وأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل في هذه السرية وهذه المعركة قال قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذا لم يعلموا إنما شفاء العي السؤال إذن الذين يجتهدون من ملك الأدات والوسيلة العلمية لذلك مثلا علماء الإسلام من الإم الأربعة وغير الأربعة وكل من عرف بالرسخ في العلم من كل الاتجاهات حتى لا نكون حزبيين يعني فقط أو إقصائيين فقط عالمي من كان امتجاهه وأما عالمه كانت ليس معترف بي لا كل من عرف بالعلم إما في باب وفن واحد أو أكثر من فن وباب فهذا ليجب أن يضم فيه أنه لا يتعمد مخالفة السنة والقرآن يقول شيخ حسام بن تيمين رحمه الله يقول الأئمة المقبولون المجمع على إمامتهم من الأمة لا يقولون في مسألة إلا عن دليل ظهر لهم وإن تبادر إلى ذهن المبتدئ أنهم في اختلافهم جانب الدليل هذا في كتابه المستطاب رفع الملام عن الأئمة العلام وأنا أرجو من كل من يشاهدني الآن أن يقرأ هذا الكتاب رفع الملام عن الأئمة العلام لأنه يبني النفسية المتسامحة النفسية الهادئة النفسية التي تعرف كيف تختلف ولكن لا تفترق النفسية التي يمكن أن تجتمع معها على هدف كبير ومصالح عليا ونترك هذا النظر الضيقة والإقصاء وأنك أنت فقط الوحيد اللي صاحب الحق وما يخرج الحق عنك ما في جماعة أو فرقة جمعت كل الحق الحق فقط في الكتاب والسنة أما غيرهما ممكن أن يكون الحق في فلان بنسبة وممكن أن يكون فيه باطل أيضا بنسبة إذن يتحصل ويتحقق الاجتماع الديني أولا باجتماع على المحكمات والقطعيات الدينية ثانيا اجتماع على اعتبار الخلاف السائغ نأتي للاجتماع الثاني القسم الثاني من الاجتماع الدنيا والتنظيمي اللي يسمى في مصطلحات الإسلام يسمى الجماعة أو الولاية العامة إلى آخره ويسمى في العرف اليوم يسمى النظام العام كيف نجتمع كلنا من مختلف أدياننا في محافرة نينوة وقومياتنا نجتمع وندفع التفرق الذي يحدث بسببه الضعف والهوان كيف هذا الدولة أو النظام العام يجب عليها إذا أرادت أن تكون دولة ويجتمع الناس عليها أن توفر ثلاث أمور الأمن ضد الخوف العدل ضد الظلم القوة مقابل تسلط الأعداء نعم لا يمكن أن يتحقق الاجتماع الدنيوي التنظيمي النظام العام سميه ما شئت لا مشاحف في الاصطلاح إذا لم نحقق أولا الأمن للناس أنتم رأيتم هذه السنوات اللي دابت أين الأمن كان خوف رعب الناس يعيشون رعب ما يعرفون متى يخطفون يقتلون يغتالون تأخذ أموالهم تسلب أموالهم يخطف أولادهم إذن كان هنا خوف إذن كيف يجتمع الناس ما يمكن أن يجتمعوا هنا بل كثير من الناس يقول أنا ما أجتمع مع هكذا ناس لا يوفروا لي إلا الرعب والخوف والإرهاب والقتل العدل ضد الظلم لما يجد الناس عدالة تتحقق من النظام العام في تلك الدولة في تلك المحافظة ضد الظلم ويدفع الظلم مهما كان مصدره أو أهله هنا سيكون اجتماع للناس يقول لك والله هذه دورة عدل شوف الناس الآن في أوروبا أو في أمريكا أو في اليابان أو في غيرها من الدول كيف الأمن منتشر والعدل والهدوء منتشر لماذا؟ والاجتماع الاجتماع الاجتماع الدنيوي ممكن يثير الناس يقول يقول إحنا أوامر القرآنية النبي وتأمرنا بالاجتماع شوف الغرب والشرق شوف مجتمعين وإحنا متفرقين حتى أوروبا وسط الاتحاد الأوروبي مثلا اتحاد الأوروبي حتى تجمع هذه الدول لماذا؟ هو هذا أن أولئك شعروا بالعدل شعروا بالأمن فاجتمعوا نحن نعيش بالخوف والرعب ونعيش في ظلم وظلمات من قبل من يتولى النظام العام أو الولاية أو القيادة الظلم والقوة مقابل تسلط الأعداء ولما نجد التدخل الإقليمي والخارجي يعني منتشرا جدا والتدخل الخارجي هو الذي يحدد الحياة الداخلية مع الأسف الشديد ولا نجد إلا الطعف والهوان والتخاذر والانبطاح للتدخل الإقليمي والخارجي طبعا كيف سيتحقق الاجتماع إذا كان كل جماعة كشمة مثل ما الآن في الموصل مثلا لو أخذنا الموصل الموصل الآن المهجرين والنازحين منها اللي هم المفروض يجتمعوا على تحقيق النظام العام في الموصل بعد تحريرها إن شاء الله قريبا ينبغي عليهم من ينظروا أنه كل واحد منهم صاير تحت عباءة دولة أو عباءة جماعة هذا صار مع دول فلاني وهذا مع دول فلاني وهذا مع دول فلاني تفرقنا وتنازعنا وكل واحد مننا اتخذ له جماعة ودولة من يدفع أكثر من ينصرك أكثر وإلى آخره إذن وين القوة اللي ممكن بها ندفع صوت رعداء نحن بالعكس نحن أصلا ضعفاء أمام تدخل الخارجي والإقليمي وذلك تجد الواحد مننا دخل تحت عباءتهم إذن لا يمكن أن يتحقق النظام العام إلا إذا حققت الدولة أو القيادة أو الولاية سميها ما شئت حققت الأمن ضد الخوف والعدل ضد الظلم والقوة مقابل صوت رعداء وأقولها بعد تحرير مدية الموصل إذا فقد أحد هذه المقومات مثلا انتشار الظلم مرة ثانية وعدم وجود العدل أو انتشر الخوف مرة ثانية لأنه الجماعة الآن داعش يعني بدأوا يتهيئون على ماذا على أنه يرجعون إلى ما يسمونه عهد النكاية والإنهاك كما في كتاب دارة التوحش هم ثلاث خطوات عندهم خطر أولى الإنهاك والنكاية ثم الخطوة الثانية التوحش والسيطرة عليه ثم الخطوة الأخيرة التمكن في الأرض هم الآن يقولون نحن تمكننا فسنعود مرة ثانية إلى الإنهاك والنكاية يعني خلايا نايمة يستغلون الجزيرة الصحراء الجزيرة إلى آخره إذا القوات لم تحر الجزيرة أنا أقول يعني ستبقى نفس الإشكالية والمشكلة وقد يعودون مرة ثانية إذن إذا بقى الخوف وبقى عدم وجود أمان وأمن وظلم وليس وجود عدل ولا توجد قوة ممكن أن ندفع بها تسلط الذين سيتسلطون على الموصل مثل الميليشيات المجرمة فهنا لن يكون هناك اجتماع دنيوي انظروا معي في مثال رائع بديع لما انتشر تفرق وتنازع وبعض خوف وقتال واقتتال بين المسلمين في عهد أمير المؤمن علي محمد طاضر عنه واستشهد أمير المؤمن علي رضي الله عنه وبقي هذا التنازع ماذا فعل السيد الطيب رضي الله عنه رضاه الحسن بن علي رضي الله عنه ماذا فعل الحسن بن علي حسن بن علي تولى الخلافة بعد أبيه وبايعه مئات الألوف أو ألوف وصلوا إلى مئة ألف أو يزيدون بايعوه على الخلافة وبقي ستة أشهر خليفة الحسن بن علي رضي الله عنهما بعد ستة أشهر لما وجد أن الأمة مفرقة ومتشتتة وأنه لا يمكن اجتماعهم دنيويا هو الآن ما في تفرق عندهم في موضوع الديني كان عندهم تفرق في الموضوع الدنيوي التنظيمي النظام العام ماذا فعل حسن بن علي تنازل عن الخلافة لمعاوية وسمي ذلك العام سنة واحد وربعين من هجرة النبوية سمي عام الجماعة وهذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وهو من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام لما قال على المنبر وهو يخطب أشار إلى الحسن بن علي رضي الله عنهما وقال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين سيصلح الصلح خير نحن نحتاج إلى مثل هذه المصالحة بين جميع الاتجاهات الدينية والدنيوية والحزبية والسياسية من أجل أن ننهض بمدينتنا ومحافظتنا فتنازل الحسن بن علي رضي الله عنه ومعه ناس يستطيعون أن يقاتلوا وأن يقتتلوا مع الذي كان مخالف له لكنه لم يسمح بهذا ولم يقبل أن تنزل يعني قطر الدم لمن يعيش في هذه الدولة أو في هذا البلد من أجل السلطة والمنصب نحن دبحتنا حب الرئاسة وحب المنصب والسلطة حتى على حساب الجماهير وعلى حساب مدينة الموصل والمحافظة من منا تنازل وما أحد اعتذر اللي كانوا آخر جيش اللي كانوا في الموصل اللي سلموا الموصل لداعش هل اعتذر واحد منهم كلهم يحاولون أن يبرروا ويسوقوا لا لكن لم نتجح منهم من يعتذر إلى مدينتنا مما جرى وهكذا كثير من القادة السياسيين وكثير من القادة الدينيين الدينيين أيضا لم يعتذروا عن هذه الخطيئة التي جرت بسببهم في مدينة الموصل فاصل ونواصل بإذن الله تعالى حياكم الله وبياكم إخوة الفضلاء الكرام نكمل ونستمر في ذكري موضوعنا المهم جدا اليوم ألا وهو كيفية السبيل إلى تحقيق الاجتماع الديني والاجتماع الدنيا والتنظيم النظام العام في بلدنا وفي محافظتنا ومدينتنا لكي نتجاوز المرحلة السابقة التي تعج بالتفرق والتنازع والاختلاف والكراهية والبغضاء بين جميع المكونات والأطراف وحتى من ينتسب إلى دين واحد أو مذهب واحد أو حزب واحد كيف ما هو الذي يكون ضد الاجتماع هذا الديني والدنيوي الاختلاف والتفرق والتنازع وقلنا يجب أن نرفع شعار نختلف ولا نفترق كيف السؤال الآن المهم جدا كيفية إدارة الاختلاف لأن قلنا الاختلاف هذا لا بد منه الاختلاف بين أصحاب دين الواحد في فهم الدين هذا أقره الشرع في مساحة ما يسمى الظنيات أو المتغيرات غير الثوابت إذن كيف ندير هذا الخلاف الديني وكذلك الاختلاف الدنيا والسياسي والاجتماعي كيف نديره الآن هذا بمعرفة الأسباب التي تجعل المرأ يفترق ولا يختلف ما هي الأسباب التي تجعلنا نفترق ولا نختلف هناك أسباب طبعا شخصية فردية هناك أسباب جماعية النبي صلى الله عليه وسلم حضرنا من هذا في نصوص كثيرة وكذلك القرآن الكريم سأذكر لكم بعض الأسباب التي تؤدي إلى الاختلاف المؤدي للتفرق والتنازع وليس الاختلاف الذي هو مساحة مشروعة لا تؤثر على اختلاف الجماعة وهذه الأسباب سأذكرها تنطبق على اثنين أصحاب الاختلاف في عدم تحقيق الاجتماع الديني وأصحاب الذين بسببهم لا يتحقق الاجتماع الدنيوي التنظيم النظام العام في محافظتنا وفي بلدنا أول سبب البغي والعدوان هذا أول سبب القرآن ذكر هذا الله جل وعلا يقول في كتاب العزيز يقول وَمَا اختَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ إذن هذه الآية رائعة وجاء معناها أكثر من مرة في القرآن الكريم أنه سبب اختلاف وتفرق الناس من أهل الكتاب ممن سبقنا ونحجب أن لا تشبه بهم في هذه النقطة أنه جاءهم العلم المنزل من عند الله جل وعلا هذا العلم المفروض يجمعهم القرآن يجب أن يجمعنا والسنة يجب أن تجمعنا والنظام العام يجب أن يجمعنا لكن لماذا تفرقوا واختلفوا ولم يجمعهم لا القرآن ولا السنة ولا نظام العام البغي هو عنده علم وعنده فهم لكن لأنه رجل ظالم صاحب بغي واعتداء هذا السبب هو الذي جعلهم يختلفون ويستمر الخلاف بينهم بل يذكر الله تعالى أنه بسبب بغيهم بعد علمهم اختلفوا وتفرقوا يعني بعض الناس السبب يقول يا بلى والله ذولا شو احنا مجتمعنا يحملون شهادات عليا ويحملون شهادات نظامية أو ناس مثقفين ناس قراء وبعدها شو ما نجتمع ولحدهم مختلفين ومتحاربين بيننا نقول نعم لأنه عندنا ماذا عندنا معلومات هذه المعلومات تجعل الإنسان يطغى فيبغي ويعتدي ويظلم كما ذكر الله جلعاله وقال تعالى جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين جاءهم ما عرفوا به يعني بعد ما عرف الحق والحقيقة اختلف وتنازع يعني يعرفون أنه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يعرف حق اليقين يعرف كما يعرف ابنه ولكن البغي الظلم إذن نحن إذا لم نتعلم أن نكون أصحاب عدل عدل في ماذا؟ أن نكون أصحاب عدل في التعامل مع الخلاف الديني وعدل في التعامل مع الخلاف الدنيوي أن ننطق بعدل وأن نختلف بعدل وأن نحكم على الطرف الآخر بعدل إذن نحن إذا أردنا أن نزيل هذه الصفة صفة البغي والظلم فينا علينا بالعدل ثانيا الحسد من الأسباب التي تؤدي عدم اجتماعنا الديني والدنيوي الحسد يقول الله جل وعلا في كتابه العزيز حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق شوف حسدا من عند أنفسهم ما آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ما آمنوا بالحق بسبب الحسد فحصل التنازع والاختلاف والتفرق هذا الحسد لما يكون مثلا الناس على مهنة وحدة مثلا سياسيين يبقى الحسد بيناتهم ليش هذا سياسي أكثر مني شهرة بالتلفزيون وبالفضائيات وبالمواقع التواصل فيبقى الحسد مع أنه الهدف واحد مصالح العليا هناين هو الموصل قدموا هذه المصالح العليا ليش الحسد تحسده وهكذا علماء الدين واحد يحسد الآخر خطباء واحد يحسد الآخر لا يذكر فضله ولا خيره وهكذا الإعلاميين والمسؤولين واحد يحسد الآخر يعني هو عنده نفس الهداف وعنده نفس المرتكزات ونفس المعلومات يقول ليش ما نجتمع يا ناس ليش ما نجتمع في ديننا ودنيانا ليش ما نجتمع ما في سبب إلا الحسد هذا يحسد هذا وهذا يحسد هذا هذا ما يقبل أنه هذا يصر أحسن منه هذا ما يقبل أنه هذا يكون يعني صاحب نعمة وأن الله تعالى يعطيه النعمة هذه التي أعطاها إياه يقول الله جل وعلا أم يحسدؤنا الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكم وآتيناهم ملكا عظيمة إذن الحسد على ما آتاهم الله من فضله ما آتا الله تعالى الناس يعني مع الأسف أنه إلى الآن الحسد هو أحد الأسباب بهذا تفرقنا في نين وترى والموصل يعني أحيانا تصور أمام الناس أنه من أجل يعني مصلحة المدينة مصلحة المحافظة وفي الحقيقة لا يس كذلك إنما في الحقيقة حسدا يوسف عليه السلام قصة هذه المريرة اللي مثل ما جرت عليه نحن الآن تهجير وفراق لأوالده وأحبته وبيعه بثمن بخلس وتعرفون قصته طويلة يوسف عليه السلام كل هذا بسبب الحسد حسدوه لذلك قيل للحسن البصري رحمه الله أيحسد المؤمن خاف واحد يقول أنا مؤمن أنا متدين أنا ما أحسد لا مصحح قيل له أيحسد المؤمن قال ويلك أنا سيت قصة أبناء عقوب لما حسدوا يوسف عليه السلام قال فماذا فعل قال فماذا أفعل قال إذا حسدت فلا تبغي يعني كما قال بعض العلماء قال كل نفس أو ما خلى جسد من حسد غير أن الكريم يخفيه واللئيم يبديه يعني يظهره ما هناك إنسان إلا وعندهم وضع الحسد لأنه ما يريد أحد أحسن منه في سياسة في دين في علم في ثقافة في وجاهة إلى آخره في مسؤولية ما يحب هذا لكن ماذا الكريم يخفيه الكريم يجاهد نفسه ولا يظهر هذا الحسد بتصرفات وأقوال أما اللئيم يظهره أيضا من أسباب تنازعنا وتفرقنا في نينة والمحافظة والعراق عموما مع أن الله تعالى أعطانا الثقافة وأعطانا العلم الكبر وهذا أوضحه النبي صلى الله عليه وسلم في الحيث الصحيح روال بخار مسلم يقول الكبر بطر الحق وغمط الناس بطر الحق يعني رد الحق وغمط الناس يعني احتقارهم كم من مسؤول من سياسي من متدين الآن منعه من أن يجتمع معك من أجل مصلحة نينة والموصل ماذا الكبر أنه وذلك تجده يرد الحق اللي تقوله مع أنه نفس الحق قاله قبل سنين أو سيقوله بعدك يرد الحق لأن حسدا كبرا منه ما يقبل أنه يكون الحق من فقير أو من إنسان غير معروف أو إنسان يعني ليس عنده شهادة مثل شهادته أو أنه أصغر منه سنا أو لأنه يختلف عن حزبه قوميته ومذهبه كبر بطر الحق وغمط الناس واحتقارهم يحتقل الناس هذا يقول جرياوي هذا ما يفتهم هذا يقول مصلاوي ما يفتهم شوف احتقار الناس هذا يعني مخالفة شرعية إذن الكبر هو أحد الأسباب التي جعلتنا نفترق ونختلف ولا نجتمع لا على دين ولا على دنيا يعني مو اختلافنا من أجل مصلحة نينوة وإنما اختلافنا في الغالب هو تكبر من بعضنا مبعض يقول والله أنا ابن عائلة وهذا يقول والله أنا رجل شيخ عشيرة وهذا يقول والله أنا حياتي كلها قضيت في السياسة وفي المعارض وهذا يقول كذا أنا ما أقبل أن أتنازل أجتمع مع فلان ولا أقبل أن أجلس مع فلان تشوف هذه الثقافة الآن ما أجلس مع فلان وما أجلس مع فلان أحيانا ممكن مسوقات تكون صحيحة يعني مثلا ما تجلس مع إنسان لأنه مجرم ممكن لكن ما تجلس مع فلان لأنه يختلف عن قوميتك أو دينك أو رأيك أو حزبك أو عنده نظرة معينة تختلف معك ولكن هو متفق معك في المصاحل العليا للنينوة والموصل هذا غلط وهذه من أخطاعنا نحن أهل نينوة والموصل وخصوصا المهاجرين والنازحين الآن اللي عليهم واجب كبير من السياسين والمسؤولين ورجال العلم الديني وهكذا كثير من الناس ما دخلوا في الإسلام من المشركين بسبب الكبر هذا الكبر اللي وقع فيه أبو جهل وغيره اللي قالوا إذا قال ابن هاشم عندنا النبوة فماذا نقول إذن هؤلاء إنما تكبروا واستكبروا إذن من الأسباب التي تؤدي إلى ما وقعنا فيه الآن من تفرق واختلاف وهي أسباب نفسية تربوية أخلاقية نحن نحتاج ونقولها بكل صراحة نحن نعيش أزمة أخلاقية في السياسة وفي الدين وفي الحياة وفي العسكرة كلنا نحتاج إلى أن نقوي أخلاقنا وأن نهذبها أكثر وأكثر وذلك كيف هذا؟ بالرجوع إلى القرآن ومجاء إلى السنة بالرجوع إلى أهل العلم بالرجوع إلى المثقفين بالرجوع إلى الناشطين الذين ينشطون في باب حق الإنسان ينشطون في باب التعيش السلمي في باب الرحمة والتسامح وهكذا التعصب للأشخاص والمناهج الله جل وعلا يقول وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِيْ غَيْرِ اللَّهِ لَوْ جَدْوَ فِيهِ اخْتِلافاً كثيراً يعني الله تعالى يقول ليش أنتوا تتعصبون ولا تعملون بكتابي وهذا كتابي ما فيه اختلاف وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِيْ لَوْ جَدْوَ فِيهِ اخْتِلافاً كثيراً ولذلك القرآن يخبرنا أنه من أسباب عدم قبول الحق وتنازع وتفرق عليه من المشركين وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهِ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُوا مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أو لو كان آباءهم لا يقولون شيئاً ولا يهتدون انظر التعصب للأشخاص والأحزاب والمناهج أنا أتابع مثلاً قنوات فضائية ومواقع التواصل أجد سياسي يقول شيء فيأتي أتباعه يقبلون منه ذلك سياسي آخر لأنه يختلف معهم في تجمع أو في حزب أو في جماعة يقول نفس الكلام يعيبون عليه ويفضحونه أو نفس التصرف من جماعتهم سوى نفس التصرف ما ينتقدونه بل يحاولون أن يظهرون أن هذا محاسن من محاسنه أو حسن من محاسنه والمقابل لأن يخالفهم شوف التعصب أشفى على البناء هذا التعصب للأشخاص والمنائج والأحزاب والتيارات والتجمعات دمرت نينو والموصل وبدأنا نتلاسن ونتفاضح على المواقع التواصل والفضائيات وغيرها قال الرجل لعلي بن أبي طار وضلع عنه يا علي أتظن أن الحق معك والباطل مع طلحة والزبير وعائشة يعني في معرقة الجمل قال ويلك اعرف الحق تعرف أهله ولا تعرف الحق بالرجال نحن كلنا اليوم نعرف الحق بالأحزاب والأشخاص ولا نعرف الحق لأنه حق ضيق الأفق أيضا من أسباب تنازعنا وتفرقنا ولا نجتمع في دين ولا دنيا في نينو وفي العراق عموما ضيق الأفق يعني صدره ضيق بعض الناس لا يتسع لا لمحاورة ولا لمناقشة ولا يريد يسمع رأي جديد يريد فقط الأراء القديمة أو اللي هو تعشعشة تبعقله الآن عدنا كثير من أهل نينو يعيش على الستينات والسبعينات والخمسينات أخي راح ذاك الزمن أنت الآن في زمن آخر وهذا اللي كنت عليه هو مو منزم عند الله حتى يبقى كل الحياة هذا كان آراء اجتهادات شخصية وكذا وفترة زمنية وولت وذهبت إذن الله تعالى يقول في كتابه الكريم يقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله أي تركه حتى يسمع النور وتركه حتى يسمع الوحي واجعل له فرصة حتى يظهر لك ما في صدره هذا هو الإسلام هذا هو الإسلام ويقول الإمام الشافعي والله ما ناظرت أحدا إلا وددت أن يصيب وخفت عليه أن يخطئ وكان إذا ناظر أحدا يقول اللهم سدده والله ثبته هذا الشافعي وين نحن اليوم؟ نحن يقول اللهم دمره أيضا من الأسباب التي تؤدي لبقاء تفرقنا وتنازعنا فساد التصور وضعفه بعض الناس عنده فساد في تصور الأمور وإدراكها فمثلا هو يجعل الصغائر من المعاصي كبائر نحن عندنا في الإسلام المعاصي كبائر وصغائر والكبائر أيضا تختلف أكبر كبائر وكبائر بعض المتدينين يجعل الصغائر كبائر ويتعامل مع الناس على موجب هذا الشيء وبعضهم يجعل الكبائر وصغائر من باب الكفر الأكبر هذا سيؤدي للتنازع والتفرق مثلا إسبال الإزار أو الثياب هذه يعني كثير من العلماء يعتبرون أنه إذا فعلت هذا للخيلاء للتكبر طول الثوبك هذا هو الكبير من كبائر الذنوب أما جمهور العلماء يقولون إذا كان هذا ليس للتكبر الخيلاء يقولون مكروه يعني يجوز مع الكراهة الآن الشيء عند شبابنا أن هذا من كبائر الذنوب وصوروا للناس أن هذا كأنه شيء مجمع عليه ومتفق عليه بين المسلمين أنا أختصر حتى يعني لأننا ندركنا الوقت أيضا من الأمور تؤدي لبقاء تفرقنا وتنازعنا إلزام بما لا يلزم يعني إذا سياسي أو عالم دين قال كلمة يعني ضخموها وخلو لها لوازم وقال مقصوده كذا وكلامه ترى مؤدي إلى كذا وهكذا يعني مثل بعض الناس يجي إلى حيث النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة العاقل والديه والمرأة المترجلة والديوث يجي الديوث مباشرة تطبقه على الناس يقول هذا ما دام أنه قبل زوجته تخرج من البيت وانطلع شوية من شعرها إذن هو ديوث ما يجوز هذا الكلام ما يجوز تنزل على الشخص قد يكون هو لا يدري بهذا أو حتى لو دراه هو يرى أن هذا الشيء ليس بمخالف الشرع ما يعرف أنه مخالف الشرع ولا يجوز أصلا وصفه كشخص معين بهذا الوصف يعني انظروا معي هذا يؤدي إلى تفرق والتنازع بين الناس غلبت العاطفة على العقل لذلك أكثر من يقعون في التفرق والتنازع الشباب أول في شبابه ما يهمني أحد أنا أقول اللي عندي وأسوي اللي أريده ما لعلاقة لا بفلان ولا بعلان لا بدين ولا بسياسة شوف عن مواقع التواصل يكتب ما يشاء يقول لا يكتب ما يشاء شو تكتب ما تشاء أنت تعيش في مجتمع يحتاج أن يجتمع دينيا ودنيويا لا يجوز أن تكون لبنة في تفرقه وتفريقه أيضا بعضهم يحب الخلاف لذاته هو إنسان أصلا 24 ساعة يحب الاختلاف حتى مع عائلته مختلف مع زوجته مع أولاده هذا يسحب إلى السياسة وإلى الدين وإلى الحياة أيضا عدم التثبت في الأقوال والأفعال وإن التثبت ما شاء الله احنا صار عندنا ملغي تتهم الناس وكذا بدون بينا أيضا اختلال التوازن المعرفي والعلمي اتباع الهوى وهذا من أعظم الأسباب أنه لا نجتمع اتباع الهوى وعدم الانسجام الروحي والتناكر هذا باختصار شديد وبسرعة لأن الوقت أدركنا أسأل الله جل وعلا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن يجمع أهل نينوى ومدية الموصل والعراق على دينهم الحق وأن يجمعهم في دنياهم على النظام العام الذي يكون فيه الأمن والأمان والعدل والعدالة المتحقق بينهم أسأل الله جل وعلا الفرج العاجل لأهل النافنين والموصل والنازحين والمهجرين يعود سالمين غانمين وصلى الله عن نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهج إلى يوم الدين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته اشتركوا في القناة